مرحبا بكم سوف نبدأ بحل المسألة السادس 16 لدينا في هذه المسألة رسم بياني هذا هو المحور الأفقي X وهذا هو المحور الرأسي Y أتمنى لو كان لدي أداة خاصة لرسم القطع المكافأ ولكن للأسف لا يوجد لدي تلك الأداة لنفترض أن القطع المكافئ يبدو بهذا الشكل ووفقا للمعطيات هذه هي النقطة واحد على المحور Y وهذه أيضا هي النقطة واحد على المحور X وكما تعلمون هذا هو المحور Y وهذا هو المحور X ويوضح هذا الرسم شكل الدالة التربعية H ذات القيمة الكبرى 2 على محور X حيث تقع قيمتها القصوى هنا وعند النقطة 2 على محور X فإن القيمة القصوى للدالة H تساوي 2 إذا كانت قيمة الدالة H للمتغير A تساوي 0 بمعنى آخر ما هي أحداثية X التي تكون عندها قيمة الدالة تساوي 0 تساوي الدالة 0 عند هذين النقطتين عند هذه النقطة وعند هذه النقطة أي أن قيمة هذه الدالة تساوي 0 عند نقطتين على المحور X هنا وهنا أيضا فقد تكون هذه النقطة هي النقطة A أو قد تكون هذه النقطة هي النقطة A لا نعلم بالضبط موضع هذه النقطة أي من الخيارات التالية قد يكون قيمة A؟ مرة أخرى قد تكون هذه النقطة هي A أو هذه النقطة فنحن لا نعلم موضعها بالتحديد وبما أنها تقع عند العدد 2 على المحور X فهذا يعني أن قيمة A قد تكون أكبر من 2 أو أقل من 0 أو في الحقيقة يمكن تحديد موقع النقطة A هنا إذا كانت هذه النقطة الكبرى فهذا يعني أن المحنى يتماثل حول المحور X عندما يتساوي أحدث X2 إذن يجب أن تساوي المسافة التي تمتد بين النقطة 2 إلى النقطة A تلك المسافة الممتدة من النقطة 2 إلى النقطة A أو بشكل أفضل دعونا ننظر إلى الخيارات ولدينا الخيار الأول وهو النقطة A أقل من أو تساوي سالب 1 وهذا ممكن لأن النقطة A هنا تساوي سالب 1 ولكن قيمة A لا يمكن أن تساوي 0 أتحدث عن هذه النقطة سالزرقاء ولا يمكن أن تساوي 2 لأن القيمة القصوى للدالة تقع عند A2 وبالتالي لا يمكن النقطة A أن تساوي 2 هل من الممكن للنقطة A تساوي 3؟ وهنا نلاحظ الدور الذي يلعبه تماثل منحنى حول نقطة حيث نعلم أن A لا تتقاطع مع المحور X حيث لا يتقاطع على الأقل قبل هذه المسافة على الجانب الأيسر والتي تقع على بعد وحدتين بالإضافة لهذه المسافة المجهولة ولكن على هيئة حال فإن هذه المسافة على هذا الجانب أكبر من 2 وبالطبع يجب أن تكون هذه المسافة على هذا الجانب أكبر من 2 أي أن هذه المسافة تساوي 2 وهذه المسافة من هذا الجانب السالب هنا للتوضيح هذه النقطة تساوي 3 وهذه النقطة تساوي 4 وقد أشرنا سابقا أن A يجب أن تكون أقل من 0 أو أكبر من 4 وبالنظر إلى جميع الخيارات سنجد أن العدد سالب واحد هو العدد الوحيد الأقل من صفر ولا يوجد أي عدد من العدد الأخرى بمته أكبر من أربعة كيف عرفت ذلك؟ قد استنتجت هذا الأمر من خلال تمثيل المنحنة حول هذه النقطة فإذا كانت القيمة الكبرى لهذه الدالة عند النقطة 2 وكانت إحدى نقاط تقاطع المنحنة مع المحور X إلى اليسار أكبر من 2 فالنقطة الثانية حيث يتقاطع المنحنة مع المحور X يجب أن تكون أكبر من 2 إلى اليمين ونتيجة لذلك يجب أن تكون قيمة A أكبر من أربعة ويجب أن تكون قيمة النقطة A على الجانب الأيسر أقل من صفر ويجب أن تكون قيمتها على الجانب الأيمن أكبر من أربعة والإجابة هي سالب واحد وننتقل لحل المسألة السابعة عشر إذا كانت كل من الرموز K و H شبارة عن ثوابت وكان المقدار X تربيان زائد حاصل ضرب K في X زائد 7 يساوي المقدار X زائد 1 مضربة في X زائد H فما هي قيمة المجهول K؟ قد يبدو للوهلة الأولى أننا لن نستطيع حل هذه المسألة ولكننا قد نتمكن من حلها وسوف نحاول القيامة بذلك لدينا X تربيان زائد K X زائد 7 تساوي X تربيان زائد X زائد H ضرب X زائد H وهذا الجانب يساوي X تربيان وكما تعلمون فإن قيمة X تساوي 1X مرة أخرى ما ناتج المقدار 1X زائد H X إن هذا المقدار يساوي 1 زائد H ضرب X زائد H ولقد قمنا هنا بجمع هذين الحدين وهذا الجانب يساوي X تربية زائد K ضرب X زائد 7 أعتقد أننا نستطيع الآن حل هذه المسألة خاصة بعد أن قمنا بترتيب هذه الحدود وكما تعلمون فإن هذا الحد X تربية يكافئ هذا الحد X تربية وهذا الحد 7 يكافئ هذا الحد 7 إذن فالرمز H يساوي 7 وإذا كانت قيمة H مساوية ل7 فما قيمة الحد 1 زائد H؟ إن هذا الحد يساوي 7 زائد 1 والناتج يساوي 8 والسؤال الآن ما هو الحد المكافئ لهذا المعامل 1 زائد H؟ إن هذا الحد يكافئ هذا المعامل K حيث سنقوم بجمع المعاملات هذه الحدود فإذا كان هذا الحد مساويا ل8 فهذا يعني أن قيمة K تساوي 8 والإجابة هي الخيار D وكما شاهدتم فقد تسألت في البداية عن طريقة حل هذه المسألة ولهذا علينا أن نحاول حل هذه المسألة والبحث عن مواطن كثيرة متكررة فيها وننتغل لحل المسألة التالية وهي المسألة الثامنة عشر لدينا في هذه المسألة رسم بياني هذا هو المحور الرأسي Y وهذا هو المحور الأفقي X ولدينا خط يمتد بهذا الشكل ثم سنرسم خط يمتد من النقطة A إلى C بهذا الشكل ويمتد هذا الخط إلى أعلى وتقع النقطة 14 على هذا الخط هذه هي النقطة 10 وهذه هي النقطة 4 ثم لدينا هذه الزاوية A وهذه الزاوية B وهذه الزاوية C والمسألة كالتالي في الشكل المرسومي علىه إذا كانت أضلع المثلث ABC موازية للمحورين X و Y أي أن هذا الظلم موازن لهذا المحور وأن هذا الظلم موازن لهذا المحور بالتالي ستكون هذه الزاوية قائمة أي من الخيارات التالية قد يساوي أطوال أضلع المثلث ABC إنها مسألة مثيرة للاهتمام وتساعد الطريقة الحل على إيجاد الميل وذلك لأن المطلوب هنا هو معرفة طول هذا الزرع بالنسبة لطول هذا الزرع والسؤال الآن ما هو ميلو هذا الخط ميلو هذا الخط يساوي التغير في أحداثيات Y مقسوماً على التغير في أحداثيات Wix والذي يساوي 10 ناقص صفر ويساوي 10 مقسوماً على 4 ناقص صفر وتساوي 4 وبالقسمة على 2 10 على 4 تساوي 5 على 2 وهذا يعني أنه كلما اتجه هذا الظلع بمقتر 1 إلى اليمين سيتجه هذا الظلع بمقتر 2 إلى الأعلى إذن إذا كان هذا الظلع يساوي X فهذا الظلع سيساوي 5 على 2 ضرب X مرة أخرى لقد قمنا أولاً بتحديد النسبة بين هذين الظلعين وهي 1 إلى 2 على 5 وبالنظر إلى الخيار الأول A وهو 2 و1 إذا كانت قيمة X تساوي 2 فما ناتجه 2 مضربة في العدد 5 مقسمة على 2 والناتج سيساوي 5 ويحقق هذا العدد النسبة بين هذين الظلعين أو بعبارة أخرى يبلغ طول هذا الظلع خمسة عندما يكون هذا الظلع مساوياً لـ 2 وهذا ما يعنيه الميل 5 على 2 وللتحقق من قيمة طول هذا الظلع الأصفر سنستخدم برهنة فيثاغورس إن طول هذا الظلع يساوي الجدر التربيعي لطول هذا الظلع التربيع زي طول هذا الظلع التربيع أي أن طول هذا الظلع يساوي الجدر التربيعي لـ 4 زائد 25 والذي يساوي الجدر التربيعي لـ 29 بالتالي قد تساوي أطول أضلع هذا المثلث 2 5 الجدر التربيعي لـ 29 وهو الخيار A ويفترض الخيار بأن أطوال أضلع هذا المثالة تساوي 2, 5, 7 وذلك بافتراض أنك لست على دراية بمبرهنة في الغورس وسوف نتقن لحل هذه المسألة الثانية المسألة التاسعة عشر إذا كانت الدالة F لنتغير X تساوي 2X-1 وإذا كان 1 دالة 2 مضربا في الدالة F للجدر التربيعي للرمز T يساوي 4 فما هي قيمة الرمز T؟ دعونا أولا نعيد صياغة هذا التعبير 1 على 2 ضرب الدالة F للجدر التربيعي للرمز T وإنما وجدنا المتغير X سنعاوض بالجدر التربيعي للرمز T مرة أخرى لقد كتبنا الكسر 1 على 2 كما هو ومن ثم سنعاوض بالجدر التربيعي للرمز T مكان المتغير X وبالتالي سنحصل على 2 مضربة في الجدر التربيعي للرمز T ناقص 1 والناتج يساوي 4 وعند ضرب كل الطرفين بإثنين نحصل على إثنين مضروبة في الجذر التربعي للرمز T ناقص 1 تساوي 8 عند إضافة 1 إلى كلا الجانبين نحصل على إثنين مضروبة في الجذر التربعي للرمز T تساوي 9 وبقسمة كلا الطرفين على إثنين نحصل على الجذر التربعي للرمز T يساوي 9 على إثنين وبتربيع كلا الطرفين نحصل على T تساوي 9 على إثنين تربع أي أن T تساوي 81 على 4 إذن الإجابة الصحيحة هي الخيار E وباقي من الوقت خمسين ثانية دعونا نحاول حل المسألة العشرين في هذا الفيديو سوف نبدأ بحل المسألة العشرين وهي كالتالي إذا كان مزغير K عبارة عن عدد صحيح موجب فأي من الخيارات التالية يجب أن يمثل عدد زوجيا صحيحا يساوي ضعف عدد فردي حسنا لقد ذكرنا أن المتغير K عبارة عن أي عدد موجب صحيح وعلينا إيجاد عدد زوجي قيمته تساوي ضعف قيمة عدد فردي إذا افترضنا أن المتغير K عبارة عن عدد صحيح فعندئذ يمكن أن تمثل عدد صحيح الفردي كالتالي 2 ضرب K زائد 1 بالتأكيد يجب أن يساوي ناتج هذا الحد عدد صحيحا فرديا ويمكنكم التأكد من ذلك بالتعويض بالعدد 1 أو 2 أو 3 في المتغير K والآن وكي يوضع هذا الحد سأضربه بالعدد 2 والناتج يساوي 4K زائد 2 إذن الإجابة هي الخيار E يمكنكم أن تتحققوا من ذلك بالتعويض ببعض الأحداث كما يجب عليكم أن تتذكروا أن ناتج هذا الحد يجب أن يساوي عدد صحيحا فرديا ومن ثم تقوموا بمضعفته أراكم في القسم التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر